توقعت أنثى الفيل ياشودة من حديقة حيوان بمدينة هامبورغ الألمانية فوز المنتخب الألماني على نظيره الإنجليزي في المباراة المقررة الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر في يورو الفين وعشرين وكانت توقعات ياشودة صائبة في خسارة المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي في مباراته الأولى بالبطولة الأوروبية ثم فوزه على البرتغال وتعدله مع المجر وسحبت ياشودة العلم الألماني وليس العلم الإنجليزي من سلة وضعت أمامها في حديقة حيوان هاجم بيك في هامبورغ لترسم البسمة على وجوه العديد من المشجعين الألمان الذين حضروا لمشاهدتها